تحياتي وصباح الخير على حضرتكم في هذه التقطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية نبدأ معكم هذه الفترة بالشأن العربي وتحديدا من العراق حيث فتحت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات بعد 15 عاما من إغلاقها أشر رئيس الوزراء العراقية عادل عبد المهدي أن الخطوة تهدف لكسر الحواجز بين المسؤولين والمواطنين دعونا نتابع معكم مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي 15 عاما ظلت المنطقة الخضراء مغلقة أمام العراقيين إلا أن بغداد تترقب الآن اعتزام الحكومة فتح أسوار تلك المنطقة أمام الجمهور خاصة بعد إزالة بعض القدران بالفعل المنطقة الخضراء في بغداد هي منطقة محصنة أنشئت في أعقاب غزو العراق عام 2003 وأصبحت مقر التحالف منذ بداية الاحتلال حيث أغلقتها الولايات المتحدة أمام الجمهور لتأمين سفارتها والحكومة العراقية حماها في البداية الجيش الأمريكي وتم تسليمها إلى الحرس الوطني العراقي في 2004 لكن المنطقة أصبحت رمزا لعدم المساواة وهدفا للعنف في العراق لسنوات في أواخر 2016 نصبت قوات الأمن العراقية جدرانا مقاومة للتفجيرات وطبقات إضافية من الأسلاك الشائكة حول المنطقة في ظل تصعيد للأزمة السياسية واحتجاجات مناهضة للحكومة بما في ذلك مئات المحتجين الذين تسلقوا الجدران واقتحموا مبنى البرلمان الأوضاع السياسية المتأزمة في العراق حالت دون تفكير الحكومة في فتح المنطقة الخضرة لكن بعد انتخاب رئيس ورئيس وزراء جديدين هذا العام بدأت محاولة فتحها أمام الجمهور مسافة التي فتحناها حوالي 3 كيلومترات رفعنا الكتلة الكونكيريتية لحد الآن ما يقارب من 500 إلى 600 كتلة الكونكيريتية هذا الشارع يأدي من منطقة سبع قصور إلى تقاطع جامعة النهرية إلى جزيز الجادرية سيخفف الزخم المروري عن تقاطعات الكرادة داخل وأعلن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي في أكتوبر أنه سينقل مكاتبه خارج المنطقة الخضرة قائلا إنه يريد تقريب حكومته من الشعب وقال إنه يعتقد أن كل العراق يجب أن يكون منطقة خضرة لكن لا تزال هناك شكوكا حول محاولات فتحها أمام الجمهور وإذا نجح عبد المهدي فسيكون أول مسؤول يقوم بذلك خلال 15 عاما حيث سبقه رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي أمر أيضا بإعادة فتح المنطقة في 2015 لكنها أغلقت مرة أخرى بعد أيام قليلة فقط